مرحبا تخيل إنه في إمرأة ماتت في 1951 ولكن لحد اليوم خلاياها حية بس قبل أحكي لكم السالفة تعالوا نفهم بعض المصطلحات في المختبر خط الخلية أو سيل لين عبارة عن مجموعة من الخلايا تتكاثر من تلقاء نفسها خارج الكائن الحي أو في مختبر أبحاث وفي نوعين إما خطوط خلايا خالدة يعني تتكاثر باستمرار أو محدودة في العمر يعني تتكاثر الخلية من خلال عدد نوعية من الإنقسامات خلال دورة حياتها وبعدها تموت طيب الخلايا البشرية أي نوع؟ الخلايا البشرية الطبيعية لها عمر محدود لأن عندها ضواب الداخلية وإشارات ونظم عدد الإنقسامات التي تخضع لها كل خلية يعني تقريبا تمر بعملية انقسام حوالي 50 مرة قبل ما تدمر نفسها عشان ما يحدث أخطاء جينية في المقابل لما الخلية تجهل هذه الإشارات تحدث فيها أخطاء جينية تخلي الخلية تموت أو تتوقف عن دموك أو تنقسم إلى أجل غير مسمى وبالتالي تغير من خاصية الخلية وطبيعتها وهذه أحد الأسباب اللي يخليها تتكاثر بشكل أسرع من الخلايا العادية مثال على ذلك الخلايا السرطانية بعيد الشرانكم الله يحفظكم فهمنا؟ تمام قبل أولي الخمسينيات من القرن الماضي حاول العلماء زراعة خلايا بشرية تستمر في التكاثر في المختبر ليش؟ لأن خاصية التكاثر والاستمرارية تمكن الباحثين من استخدام هذا الخلايا كنموذج لدراسة الأمراض والتطبيق الأبحاث عليها بدون ما يحتاجوا يجيبوا مريض ويجربوا عليه لكنهم فشلوا ليش؟ لأن لا بد من وجود معايير معينة للخلايا عشان يضمن العلماء فعاليتها وبالتالي يضمن مصداقية البحث مثلا الخلايا لازم تكون مجانسة أو متشابهة في جميع التجارب ولازم في كل مرة يعيدوا التجربة ويستخدموا نفس الخلية يضمنوا نفس النتيجة ويضا لابد أن الخلية تكون قادرة على النمو إلى ما لا نهاية لكن الخلايا اللي زارعوها ذاك الوقت ما قدرت تتحافظ على نفسها أو تتكاثر لأكثر من أسابيع قبل لا تبتدي تموت ليش؟ لأن في ذلك الوقت عملية زراعة الخلايا كانت تختلف من مختبر لمختبر ليش؟ عشان نضمن بقار الخلية على قيد الحياة لابد من وجوده في وسط غذائي وهو عبارة عن محلول في مواد غذائية أساسية تغذي الخلايا لكن في ذلك الوقت ما كان في وسائط غذائية معتمدة أو أجهزة مختبرية ذات معايير موحدة يعني العلماء صنعوا وسائطهم الغذائية الخاصة في المختبر كل واحد طبخ طبخته بمقاديره بالإضافة إلى أنهم ما كانوا يستخدم تقنيات معقمة عشان يتفادوا أي تلوث خارجي في بداية الخمسينيات كان في عالم مختبر اسمه جورد غاي يشتغل في مستشفى جون هوبكنز بولاية ميرلند الأمريكية قضى ثلاثين سنة من عمره يبحث في تطوير خط خلايا بشرية خالدة لحد سنة 1951 لما شاب أمريكية من أصل إفريقي اسمها هنرتا لاكس دخلت المستشفى بسبب إصابتها بسرطان عنق الرحم بعيد الشرعانكم الله يحفظكم وأثناء العملية الجراحية لإهنرتا أخذ الطبيب المعالج عينة من الخلايا السرطانية وأرسلها إلى جورج بدون علمها والتصريح مسبق منها جورج أخذ العينة وخلاها في وسط غذائي عشان تتغلدها تعالوا نشوف مكونات الوصفة اكتبوا عندكم تائل من قلب دجاجة خلاصة جنين الأجل ودم من الحبل السري البشري ترى ما نزح واللي جرب الوصفة بالله يخبرني بالنتيجة بعد فترة تضاعفت هذه الخلايا بمحدة غير مسبوك ولحظ جورج أن عينات الخلايا السرطانية تتكاثر أسرع 20 مرة من عينات الخلايا الغير السرطانية لهنرتا وأن خلاياها استمرت في الحفاظ على نفسها في المختبر وتكاثرت من تلقاء نفسها ولا تزال تتكاثر لحد يومنا هذا ليش؟ في الحقيقة ما أحد يعرف السبب سميت هذا الخلايا بخلايا هيلة طيب هل كل خلايا سرطانية تتصرف زي خلايا هيلة؟ لا كل ورم سرطاني فريد من نوع تعرض لطفرات جينية معينة وبالتالي الخلايا المشتقة من هذا الورم قد يكون لها خصائص معينة مثلا خلايا هيلة فريدة من نوعها يمكن لأن الطفرات الجينية اللي صارت في جسم هنرتا وقت البرض هي اللي أدت إلى أن خلاياها تكون خالدة طيب ليش ما في خلايا تشبهها؟ حاليا مع تطور علم الجينات العلماء قدروا يطوروا خلايا تشبه في سلوك خلايا هيلة طيب وبعدين إيش صار؟ طبعا جورج أصبح يملك أول خلايا بشرية خالدة وأرسل عينات إلى مختبرات في جميع أنحاء العالم وبدأت المصانع في إنتاج 6 تريليون خلية من خلايا هيلة في الأسبوع أو أسرتها ما كان لهم نصيب من كل العوائد والثروات المادية لاستخدام خلايا بنتهم ليش؟ لأن في الأساس العينات أخذت دون موافقتها أو موافقة أسرتها أو حتى علمهم يعني الموضوع كان نصبة كبيرة طيب ليش؟ عشان وقتها ما فكان في قانون ينص على توقيع المريض قبل إجراء أي عملية عليه وعائلتها ما عرفت بموضوع الخلايا إلا بعد عشرين سنة وبالصدفة لما الباحثين طلبوا منهم عينات دم لفحص جيناتهم ومنها أثيرت القضية وصارت ضجة في الوسط العلمي وأدى إلى خلق قوانين جديدة لحماية المريض وحفظ حقوقه أما أسرتها الله يعوض عليهم وعلى مدى العقود العديدة الماضية ساعمت خلايا هيلة في العديد من الاكتشافات الطنبية من البحث عن تأثير العدام الجاذبية في الفضاء الخارجي وتطوير لقاح شهر الأطفال وكوفيد-19 إلى دراسة اللوكيميا وفيروس الإيدس وصرطان في جميع أنحاء العالم لا تزال الخلايا مستخدمة على نطاق واسع إلى اليوم في الأبحاث الطبية هنريتلاكس أم لخمسة أطفال توفيت في الثلاثين من عمرها ولا تزال بعد وفاتها تساهم مش بس بخلاياها لكن أيضا من خلال قضيتها اللي غيرت قوانين النظام الصحي والاعتبارات الأخلاقية اللي أعطت المريض الأولوية والخصوصية والاحترام وفي النهاية شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم بيوم سعيد جدا